السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جدام من قناة خبراء اللغة الانجليزية النهاردة ان شاء الله معدنا مع جزء جديد في الاسبيكينج وحجابة تطلب دايما في الانتربيو وهو ازاي تقدم نفسك ومعانا قطع صغيرة فيها اساسيات التقديم باللغة الانجليزية نشوفها مع بعض ونناقش فيها الحاجات اللي ممكن نبدلها ونحط مكانها بياناتنا الشخصية وازاي نقولها بسرعة بحيث ان احنا نقدم نفسنا بسرعة قدام اي حد لو شو مقابلة شخصية لو بتعرف على حد وهكذا طبعا ما تنساش لو الموضوع عجبك تعمل لنا سبسكرايب ولايك للفيديو وان شاء الله بنبعدكم باللزيد من الفيديوهات في الفترة القادمة هنبدأ مع بعض كده على طول القطعة صغيرة خالص بتبدأ باسمك فبقول ممكن تقول هلو اي ام وتقول اسمك بردو او تقول هلو ماي نيم نيسك هنعمل ايه هنا؟ هنا مفترض ان احنا نحط الاسم خلاص هلو ماي نيم اس علي هلو ماي نيم اس احمد هلو ماي نيم اس سارة وهكذا تمام؟ بعد كده اي ام اي ام اي ام اي ام اي ام اي ام انا عندي 25 سنة انا عندي 30 سنة واحد ايه المطلوب بعد كده تكلم عن الناشنالتي فبهل الناشنالتي مهمة لو انا بقدم نفسي جوه جوه مصر لا مش مهمة لو انت بتعمل انترفيو في دولة عربية او دولة اجنبية هتقول هلو اي ام مثلا ايجيبشن خلاص؟ هتلاقي في الجدول تحت مجموعة من الجنسيات هنراها خلاص؟ اه واحدة وحدة كده هتلاقيوا كلمة تحت هتلاقي ايجيبشن ايجيبشن سودي سودي الجنسية السعودية ليبيا الجنسية الليبية امريكان مثلا امريكي فرنسي جيرمان الماني تركيش تركي خلاص؟ وطبعا على حصل الجنسية بتاعتك لو مثلا تونسي هتقول تونيزيان الجزائري هتقول الجيريان وهكذا بعد كده ننتقل لمكان المعيشة هنحط فيها الدولة هل الدولة بتتنطق زي الجنسية؟ لا الدولة هي اسم الدولة فقط يعني بدل ايجيبشن الجنسية هتقول ايجيبشن 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 لم يصبه كلاوز ذلك متزوج مطلق او مطلقة منفصل منفصل او منفصل طيب لو افترضنا ان انت ماريد او ممكن يكون عندك او لاد هتقول وتحط عدد النمبر بتاع الكيدز في الوان انجليزية معناها اطفال كده هتقول مثلا I have two kids خلاص I have three kids عندي طفلين عندي ثلاثة لو انت سنجل مش احتاجت اصلا تقول ان انت معك اولاد هتقول I am single وتخش على اللي بعد I am graduated from معناها انا خريج مني I am graduated from ايه مطلوب مننا نحط بعد graduated from بنحط اسم الجامعة ولو في تخصص بعدها بنحط اسم التخصص بتقول مثلا I am graduated from faculty of arts faculty معناها كلية و arts معناها كلية الادابة باسم بعد بغرافيا باسم انجليش باسم فرنساوي باسم عربي تمام؟ بعد كده هنتقل للجزء اللي بعده I work in I work as I work for ايه الفرق ما بين work in work as work for work in هيتحط وراها المجال انا افترض مثلا ان شخص مشتغل في المجال التبى هيقول I work in medicine انا شغال في مجال الطبى طيب شخص مثلا شغال في التجارة هيقول I work in trade يعني في المجال التجارى طيب I work as بيحط وراها اسم الوظيفة اسم الوظيفة طيب اللي شغال في المجال التبى ده شغالة دكتور يبقى I work as a doctor او اللي شغال في المجال التجارى ده ايه محاسب يبقى I work as an accountant accountant يعني محاسب يبقى as بيحط وراها اسم الوظيفة I work for يعني انا اعمل لحساب شركة كزا كمان كده شخص مثلا الدكتور ده شغال لمستشفى السلام هيقول I work for السلام hospital طيب المحاسب ده شغال في شركة مثلا نسلي هيقول I work for نسلي company اللي هي شركة نسلى خلاص يبقى for بيبراها اسم الشركة اللي أنا شغال تمام كده بيانتك الاساسية تقريبا خلصت تمام في ناس ممكن تحط الوظيفة الديانة فيقول مثلا تحت كده عندنا كلمة religion معناها الدين عندنا مسلم و Christian ممكن تحط خانة الدين ولو انها مش مهمة في المظاقف يعني مش لازم التذكر الديانة ولكن لو عايز تضيفها ما فيش اي مشكلة خلاص بعد كده بنتكلم عليها حاجات عامة عن الشخصية ماي فاوريت كالر بلوني المفضل هو رد احمر مثلا بلو ازرق وهكذا ماي فاوريت بلايس ايز ومكان المفضل اللي بحب اعض فيه وقت ممكن تقول هوم بحب اعض في البيت كلاب نادي سينما سينما وهكذا ماي فاوريت هابي ايز ماي فاوريت هابي ايز الهابيس اللي هي الهوايات تمام في عندي مجموعة من الهوايات تحت في الجدول زي الكراءة تمام السباحة تلعب كذا بقى كورة كذا مشاهدة ايه سيرفنج يعني تصفح الانترنت مثلا listening طبع للموسيتها تعتمد تشات ميكينغ فرنز اللي هو صناعة الاصدقاء صناعة الاصدقاء انت تحب تعمل سباة دي هوايه خلاص بعد كذا بتقول ويضع صفة يعني ايزيجويج يعني شخص سهل المراس شخص الناس بتحب التعامل معاه وعندنا في اخر عمود في الجدول بعض الثفات الشخصية زي ما اقول مثلا انا متعلم انا شخص يمكن نعتماد عليه انا شخص طموح انا شخص ماهر انا شخص جدير بالثقة انا شخص اجتماعي انا شخص مبدع انا شخص واسق من نفسه اختار صفتين من الصفات الشخصية دي وتحطوهم مع بعض ممكن تقول انا متعلم وطموح وتختار صفتين من دول اقرب صفات بتحسها في نفسك وتتكلم عليها هناخد مثال انا كتبته تمام و هنغير فيه على حسب انا بغير على حسب مسلا ان انا محاسب واعيش في كهرة ومتزوج وعندي ولدين خلاص طيب هنشيل دي نخيم اغير انا محاسب خلاص اه مثلا اه مسلا اه نسلي كمبني ماش تمام نغير كده على حسب الجديد واحد كذا يلا بقى نغرى مع بعض يبقى أهلا أنا اسمي أحمد أنا عمد 36 سنة أنا مصري وأنا عيش في الظاهرة أنا متزود I have two kids وعندي ولدين I'm graduated from University of Cairo أنا متخريج من جامعة الطاهرة University of Cairo Faculty of Faculty of معناها كلية كلية إيه؟ Commerce إيه التجارة English department مش تجارة عربي لا أنا تجارة تسمي إنجليزي يعني تجارة إنجليزي I work as أنا بعمل كإيه؟ بشتغل كإيه؟ as an accountant كمحاسب for Nestle company كلي شركة نسل النسلة كمام؟ my favorite color is blue لوني المفضل الأزرع and my favorite place is the club وهي مكاني المفضل هو إنادي my favorite hobby is surfing the internet وهواياتي المفضلة هو تصفح الإنترنت I'm easy going أنا شخص سهل cross كمام؟ أو بسيط في التعامل مع الناس and a quiet person quiet معناها شخص حادث ممكن بغضوا بديف quiet للصفات الشخصية اللي في آخر عمود في الجدول كمام؟ يقولها مرة تانية مرة بالراحة مرة بسرعة كمام؟ hello my name is Ahmed I am 36 years old I am Egyptian I live in Cairo I am married I have two kids I am graduated from University of Cairo Faculty of Commerce English Department I work as an accountant for Nestle company my favorite color is blue and my favorite place is the club my favorite color is blue and my favorite place is the club my favorite hobby is surfing the internet I am easy going and a quiet person and my favorite place is the club my name is Ahmed I am 36 years old I am Egyptian I live in Cairo I am married I have two kids I am graduated from University of Cairo Faculty of Commerce English Department I work as an accountant for Nestle company my favorite color is blue and my favorite place is the club my favorite hobby is surfing the internet I am easy going and a quiet person My favorite place is the celebration this is the kind of الفيديو مع بعض. الجنسية الحالة الاجتماعية الصفات الشخصية طبعا الاسم والسن والمكان اللي نعيش فيه والكلام ده كله. الجامعة طبعا حاجة مهمة جدا خديج من قسمة ايه والجامعة ايه والكلام ده كله. تمام؟ يعني نحاول ان احنا نتمرن على الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم مهم جدا في الانترفيوز خلاص. ولو فيه اي تعليق او اي استفسار سدهولي اسفل اه الفيديو. اه وان شاء الله بالنوعات تكون مزيد من الفيديوهات في الفترة القديمة. اه اه لو عجبك الفيديو ما تفساش تعملنا اللايك. وتشوفك ان شاء الله في فيديوهات اخرى. فيه مانوات براء اللغة الانجليزية. والسلام عليكم.